السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين تسعة عشر أب أغسطس القمر اليوم موجود في برج الدلو طبعا في ساعات المساء المتأخرة ساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بينتقل القمر لبرج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 11 من مساء يوم الأربعاء بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشر صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر بما أنه موجود في برج الدلو وبنا نعتبر أنه في طيلة اليوم موجود في برج الدلو معناته أن نشعر اليوم أنه بحاجة ماسة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها من ود الإنضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الأشخاص من حولها للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثلا أو مثل قصة شعرنا أو الهندامنا مثلا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة كبيرة من الزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و 58 دقيقة فجرا بتوقيت جرانج بتعزز قدراتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة السابقة وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية بتجلبنا الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح خصوصا بالامتحانات أو نجاح أدبي أو مشاريع حالية يجب علينا تركيز مجهودنا على أهداف محددة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 221 دقيقة صباحا بتوقيت جرانج نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية تربيع سلبية بين الزهر وبين المشتري هاي زاوية رح تكون ذروتها اليوم الساعة 552 دقيقة صباحا بتوقيت جرانج طبعا لها تأثير قرابة الخمس أيام ومستمرة خمس أيام قادمة بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك وبتخلق لدينا رغبات غريبة بتسبب إضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب إضطرابات صحية أما دوليا فهي بدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في بلد ما بسبب البذخ في المصاريف أو التبذير أو سوء التدبير وبرضه ممكن يعرف الميزان التجاري بعض الحاجز التجاري الخارجي بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بيتم تضيع كثير من الأموال في الدعاية والمنتجات ومع ذلك لن تلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية راح تكون الساعة ستة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الزهرة وبين زحل هذه الزاوية راح تكون الساعة ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة طبعا هذه الزاوية لها تأثير قرابة الأسبوع ومستمر أسبوع قادم فبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للإكتئاب والنزاعات مع المحيط أما دوليا فهي بدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرافية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبرضو بيقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية والبنوك بتعرف نوع من أنواع الإطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعاني برضو المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقلل حفلات والسهارات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة أربعة وواحد وثلاثين دقيقة بعد العصر بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع وهي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة أحد الأحمال اللي ممكن نتعرضهم للحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية خطيرة جدا وهي ما بين الشمس وما بين أورانوس هذه الزاوية راح تكون الساعة أربعة وخمس واربعين دقيقة بعد العصر طبعا تأثير هاي الزاوية له تقريبا تسع أيام ومستمر تسع أيام قادمة بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراط للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهاليهم بتزيد من عنادتنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغريبة أيضا تجعلنا نقطة في أحكامنا وبتعرف هاي الفترة تحولات عنيفة برضو من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا شيء ممكن يعرضنا لتواعكات تتعلق بالقلب أو تشنجات غالبا بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هاي الوضعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة 6 و 18 دقيقة مساء بتوقيت جرانتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن أنها تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفرق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الشمس يعني اكتمال القمر بدر الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بيخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلق المسار السلبي إلى القمر اللي رح يبدأ الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل أثناء خلو المسار وهي أيضا زاوية تربية سلبية بين المشتري وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بتزيد من أعبائنا اللي بتجبرنا على تحديد نفقاتنا وبتولد عنا بعض الأفكار السودة ومخاوف ما إلها أي أساس وعلى الجانب الصحي بدنا نراقب تغذيتنا وخصوصا لكبد والبنكرياس دوليا بتدل على وقوع أزمة اقتصادية في بلد ما بسبب سوء التسيير المالي في المؤسسات المالية والمؤسسات الدولية وتراجع المنتوج الفلاحي والمعدني وبيعرف الميزان التجاري عجز بسبب فسخ بعض السفقات التجارية المهمة أو مشاكل في التصدير والاستيراد وممكن هيك يعني لابد من ظهور بعض الخلافات دينية مهمة بين المعتدلين والمحافظين أو حول بعض المعتقدات والأعراف الاجتماعية وممكن تشهد هاي الفترة اطرابات أو احتجاجات في قطرع الصناعة والتجارة والفلاحة والخدمات العمومية بسبب تدني الأجور أو تسريح العمال ولابد من أزمة دبلوماسية حول الحدود في بعض الدول المجاورة أما بالنسبة للانتقال فرح يكون الساعة 10.51 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا ما رح نذكر عن الانتقال نهائيا لأنه بتوقيت الشرق الأوسط هو بيكون ما بعد منتصف الليل يعني لما نحكي 11 هو وحده بيكون من يوم الغد فإذن هو رح نذكره كأن القمر ما زال طيلة اليوم رح يكون موجود في برج الدلو بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى اليوم ولا لأي عضو من أعضاء الجسم وتحديدا هاي الأعضاء لهبطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا ما بنصح بالعملية الجراحية لأنه اليوم اكتمال القمر بدر يعني بساعد على النزيف وأيضا تدفق الدماء جيد للحجامة هذا اليوم مناسب لأمور التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ الحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لها برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء بيبدأ الساعة التسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة حداش مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الأربعاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره خمستعشر يوم الساعة أربعة وخمس وعشرين دقيقة بعد العصر بنبدأ باليوم الساعة نسبة الإضاءة مية بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنان وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة عشر في المية القمر في الدلو رح ينتقل للحوت في ساعة المساء المتأخرة ورح يظل في الحوت ليوم تقريبا واحد وعشرين واحد وعشرين ثمانية سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة خمس واربعين في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة خمستعاش في المية أما ساعة العصر منتحس بنسبة خمستعاش في المية ساعة المساء منتحس بنسبة أربعين في المية عطارة في الأسد بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين ثمانية منتحس بنسبة 40% الآن ساعات المساء منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذرة حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم واحد 9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم تنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبترتاحوا لجانب الأصدقاء والزملاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية تبقوا واحدين وهي فترة ناشطة وهو عيد دراسياً أو مهنياً أو عائلياً وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد ولكن حاولوا أن تنجزوا كل أعمالكم الضرورية والمهم اليوم لأنه من ساعات المساء المتأخر القمر رح يوصل لبيت المتاعب فرح تدخلوا فترة سلبية جداً حاول أنك تستغل هذا النهار لإتمام الضروريات برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعاً هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبتنجحوا في تدعيم مركزكم الاجتماعي حضر لعملك بشكل جيد ما ترتجل ما تغامر وما تجازف لا بالمواقف ولا بالتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسؤوليات لأنها فترة واعدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتنشطوا اليوم في مجال السفر أو الاتصالات اللي بعيدة وبتشعروا برغبة في التفاهم مع أحبائكم ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وبرضو اليوم بيحملك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب تتعلق بالتسويق أو النشر أو دراسات العليا أو السفر وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعاد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو ممكن تدخل تعديل على نمط حياتك ممكن اليوم تفكر في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالترتيب المالي أو الأموال المشتركة بيطمئن بالك وبتفرح للتطور بمجال معين مالي ممكن تحصل مكاسب أو ديون أو ممكن يجيك رد لأمور لحلقة بالفوترة أو الأقصات فترة جيدة للتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة ولكن مش جيد للمغامرات المالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم مش أنك ما تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة حافظ على هدوءك وما ترتجل أي كلام ومحاول أنك ما توجه أي ملاحظة لأنه خصمك قوي وما بيرحم وهذا اليوم يوم صعب جدا وخصوصا على مستوى الخلافات يعني برضو بعض الأشخاص من الأسد ممكن يحملوا هذا اليوم نوع من أنواع الارتباط المهم أهم مش أنك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيتراكم العمل لديكم ولكن عندكم قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال ولكن دقق في أعمالك عشان ما يصير فيه بعض الأخطاء وما تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب وممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر والأهم حاول أنك تبعد عن المشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتدعيم العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم مناسب لممارسة نشاط فني أو ممارسة هواية أو ترفيه أو تقارب من الأحبة وبتفرحوا لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ابتنهمكوا في ضبط مصالحكم البيتية والعائلية وموسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تلطف الأجواء العائلية الضغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو انتعاضك وما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية وحاول قدر الإمكان تهتم بعائلتك ممكن تظهر بعض الأعطال اليوم المنزلية اللي شوي تجعلك متوتر أو أحداث عائلية ضبط الأعصاب وحلها بحكمة مطلوب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة واجتياز امتحان أو التواصل مع الأحبة وهي فترة مهمة جدا للتواصل مع المحيط وأيضا لا اسمع صوتك لأنه عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وعلى الحوار ولكن بدون عصبية ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بنشاط معين وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم مش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وانت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم أهم إشي ما في مغامرات مالية لا ديون ولا نصبين ولا محتالين برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم انتوا أكثر نشاطوا حيوية من قبل وبوسعكم أخذ زمام الأمور بأيديكم والدفع بمصالحكم حاول أنه ما تضخم الأمور وحاول السيطرة على مساجك تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم برضو بيحمل لك خبر صار برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم برضو بنال التعب منكم لليوم الثاني أو الثالث على التوالي لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لساعات المساء المتأخرة فبضل فترة ضاغطة حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وانتبهوا أكثر لغذاءكم وراحتكم كونوا أكثر واقعي لأنه بتميلوا لتضخيم صعوباتكم جنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك ولكن تدع من يوم الغد تتغير الأجواء بشكل جذري هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر